النهاردة احنا معانا فقرة خاصة جدا لان انا بصديف فيها اتنين او خلينا نقول بنات فتيات اللي هو القدرة الكبيرة على التحدي الارادة الروح الحلوة الروح الحلوة بالمناسبة اللي بيواجهوا فيها التنمر بالعكس مش بس بيدايقوا او بيكتابوا لا 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 دول بيردوا بابتسامة ودحكة حلوة وارادة وتحدي اكتر وابداع وفن بنتين زي الامر زي الامر وخف الدم مالهاش حل وروح حلوة تجنم ومواهب بقى كتير قوي 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 البنات اللي معايا هما احنا عارفين انه فيه ناس ممكن يكونوا من قصار القامة وده عادي خلقت ربنا كده لكن كمان انه هما مش بس اتحدوا ده او انه هما بتادوا زي علموا نفسهم حاجات كتير لكن كمان قدرتهم على انه هما يشتغلوا وينتجوا ويعيشوا حياتهم عادي جدا وما يهتموش باي حاجة ويرسموا ويغزلوا بنفسهم مع خيوط الكروشير الجميل لان انا معايا على فكرة شوية حاجات حلوة قوي منها النهار ده هوريها لكم وهو يا جنب شغلهم كمان خليها راح ابقى بالاختين الحلوين لدمهم سكر خف الدم ملاش عادية مي بمانها كبيرة مي محمد الزاملي كبيرة ومونة محمد الزاملي الاصغر الاصغر صح انا عادت هسألهم مين اصغر ومين اكبر او او مي قالتلي انا الانت كبيرة انت كبيرة او بس انا قلتلك ان مش باين عليكم فرق السلم طب كويس دي حاجة حلو احلى حاجة على فكرة ولا باين لأ خلي يبقى الطفولة كده احسن الطفولة احسن احسن حاجة ان انتو حاسين ان انتو ما شاء الله مش هتكبروا او احلى حاجة يا بيت الواحدة بقى صغيرة على طوقش بس الضحكة الحلوة دي بقى يا مي ويا مونة والجميل اللي انتو فيه ده والشجاعة بجد انا شفتها الحقيقة انه زميلنا في اليوم السابع بحقيقهم بشكرهم اوي كان عاملين معاكو تقرير جميل واكتر حاجة عجبتني اه في كلامكو اه مي لما قالت انا انا مش باهتم لما حد يتنمر او انتو اكيد واجهتوا حاجاتك ايوه طبعا او احنا واجهنا للتنمر وبس الحمد لله اتغادنا عنه بشغلي وفني وهوية الكروشي او انا عملت تمثلات او مسرحيات كتير مثلتي في حاجات كتير او افلام كتير او مسرحيات انا بعرب وفير مع الاستاذ احمد راتب والاستاذ احمد عقل انا والبنت حبيبتي مع الاستاذ واقل نور والاستاذ حنان شوقي ما شاء الله والاستاذ حنان تورك اه برضو والفلسطشط اجرام مع استاذ ريكو وعصام كاريكا والاستاذ اميرة فاتحي مثلتي حاجات كتير اوي او وعملتي اعلانات ومثلتي واشتغلتي كروشي وعملتي اعلانات ومونة كمان او يعني غير التمثيل انت كمان تشتغلوا كروشي وتشتغلوه حلوة اوي او دي عاملنا هواية نفسنا يعني بتضيع وقت فيها بتضيع وقت او طب مونة انت تعلمت الكروشي من مية ولا مين اللي علمك الكروشي الصراحة موما هي اللي علمتني موما هي اللي علمتك هي اللي علمت هي موما اللي معلمني هي موما اصلا بتعمل كروشي وحاجات من دي فاحنا حبينا نتعلم وهي بتساعدكو او ومونة انت برضو زي مية كده ما كتيش بتتدايقي من الناس او لا ما بتدايقش من الناس او لس بس هو بس لو كل واحد كانت في حاله الدين هتبقى حلو اه اشغل نفسك باي حاجة تعنيك طب لو حد دايقك بتردي عليه ولا ما بترديش بلقي انت هتتدايق مني ليه انا زي زيك كلنا واحد اصلنا واحد واللي خلقني وخلقك واي مفيش فرق ما بيني وما بينك اه فبتروح يرده كده او بتسيبيه ويمش بس انتو محبوبين كمان في المنطقة وفي المحافظة عندكو وطبعا اهلينا في المنوفية الحمد لله الحمد لله الحمد لله واحد الحاجة ان انتو عطول بتسحكو الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا احزه لأ بجد يعني كل في الدم غير عدايا الحقيقى طب انتو بقى بترتبوا يومكو ازاي حياتكو ازاي بتتعاملو ازاي في امور دنيتكو برضو احنا ممكن ناخد ده رتالة انه لو حد مثلا عنده طفل من كسار القامة أو حد مولود كده أنا شايف أنه أنت ممكن تدوله طاقة وروح إجابية حلوة يعني تنسحي بإيه يا مونة أنا بقوله ما لكش دعب كلام الناس وإيش حياتك وليترع دوة ما تخطوش في المك خالص انزل وواجه الدنيا والمجتمع عندك هواية مارسها عندك شغل انزل واشتغل ومارس حياتك طبيعي خالص لو حطيت النس في دماغك مش هتتقدم طب وينتوا أصغر من كده طبعاً بقلتلكوا على طول هتفضلوا صغارين وشباب ما شاء الله أنا مش جاية أقول لكم وينتوا أصغر مثلاً كنتوا عندكم مشكلة في أنتوا تنزلوا الشارع هو كان الأول كنا بنخاف من المجتمع وكده بس ماما وبابا بصراحة هم اللي عملوا ده قالوا لنا لأ وواجهوا وخرجوا وتعلموا وهم اللي مشوا معانا رسالة طويلة جداً لغاية ما وصلوني أنا معاة فاني توجاري ومونة دبلوم تجارة أوي أنتي أخدتي دبلوم وأنا معاة فاني توجاري